موسيقى مساء السعيدة أهلاً وتهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم 6 على 6 الكلمة الحقيقة لها تأثير كبير قوي في حياتنا الكلمة حياة كلمتك ممكن تغير حاجات كتير قوي كلمتك ممكن تبني بيت وممكن تهدم بيت وممكن تسعد إنسان وممكن تحزن إنسان تاني كلمتك ممكن تدي أمل لإنسان محبط وممكن تحبط إنسان مفعاً بالحياة كلمتك هتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى فحاسب قبل ما تتحاسب من أجمل الحاجات اللي أنا سمعتها عن الكلمة الكلام بيقول إيه؟ أتعرف ما معنى الكلمة مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة نور وبعض الكلمات وكبور فعلاً بعض الكلمات ممكن تكون نور يهدينا لطريق جميل وكلمات تانية ممكن تكون قبر كل ما تتردد على مسامع الإنسان وكل ما يفتكرها كل ما يحزن فيا جماعة أحسن الكلمة مدى تأثير الكلمة على الإنسان والكلمة في دننا ودين الإسلام ده لي أهمية عظيمة أولاً هيقول لنا عليها النهاردة فضلت الشيخ هشام طه مقلط أهلاً وسهلاً بيك فضلت الشيخ على نبيه ومصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه ربي أعوذ بك أن أقول زوراً أو أن أخشى فجوراً أو أن أكون بك مغروراً وأعوذ بك اللهم أن أماري في حق أعتقده أو أن أجادل عن باطل أنتقده وبعد جزاكم الله خيراً على اختياركم لهذا الموضوع فهذا الموضوع من الأهمية بمكان وخاصة ونحن نشهد حرباً كلامية بشتى صورها وبشتى أشكالها إما مكتوبة أو مقروعة أو مسموعة أو مرئية أو مرسومة فالكلمة سلاح زوحة ديش إما أن تقود إلى البناء والإعمار والإصلاح وإما أن تقود إلى الهدم والتخريب والإفساد لذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بالكلمة اعتناءً شديدًا وبينت مدى أهمية الكلمة ومدى تأثير الكلمة على الفرض والمجتمع فالإنسان ما هو إلا كلمة بكلمة يدخل العبد في دين الله وبكلمة يخرج العبد من دين الله بكلمة يدخل العبد الجنة وبكلمة يخرج منها بكلمة ينال العبد رضى الله وبكلمة ينال العبد سخط الله بكلمة تستحل الأعراض والفروش وبكلمة تحرم الأعراض والفروش لذلك فإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم نبهنا عن أهمية الكلمة وعن خطورة الكلمة فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضى الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله أو من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم والعياذ بالله أعذن الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من نار جهنم فالكلمة سبب لسعادة الإنسان أو لشقاء الإنسان عندما وفد وفد الحجاز إلى دمشق ليهنئ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين بالخلافة قام غلام في السن الثانية عشر من عمره ليتكلم باسم هذا الوفد الوفد فيه عنده سبعين وستين وخمسين واربعين الآن يتكلم باسمهم وموكلين عنهم غلام عنده إتناشر سنة فعندما قام الغلام ليتكلم قال له عمر بن عبد العزيز اجلس يا غلام وليتكلم من هو أسن منك الأكبر منك هو اللي يتكلم فماذا رد هذا الغلام على عمر بن عبد العزيز قال له يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغري قلبه ولسانه فإذا أعطى الله العبدة لساناً لافظاً وقلباً حافظاً حق له أن يتكلم ولو كانت الأمور يا أمير المؤمنين تقاس بالسن لكان هناك من هو أولى منك بالخلافة سيدنا عمر تولى في الأربعينيات من عمره لو كانت الأمور بتتاخذ بالسن كان فيه اللي عنده ستين اللي عنده سبعين كنا ولناهي الخلافة فقال له أمير المؤمنين صدقت يا غلام تكلم هاتل عندك قال الغلام يا أمير المؤمنين إننا وفدوا تهنئة ولسنا وفدوا مرزقة يعني إحنا ما جناش من الحجاز إلى دمشق مقر الخلافة الأموية إلا لتهنئاتك فقط بالخلاف لجئين نطلب لمال ولجاه ولا سلطان ونطلب حاجة فلقد أمنا يا أمير المؤمنين في عهدك ما خفناه في العهود السابقة ونلنا مطالبنا في عهدك ولم ننالها في العهود السابقة ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز كان حاكما عادلا انتصر للمظلوم من الظالم وأخذ من الأغنياء وأعطى الفقراء وساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات عندما قال الغلام هذه الكلمات قال عمر بن عبد العزيز لولاته اعلوا من شأن هذا الغلام الغلام اللي بتكلم الكلام والمنطق ده كامل لازم نعل من شأنه سعد الإنسان وارتقى في الدنيا بحلاوة لسانه وحلاوة منطقه وفي الأخرة يعلو الإنسان ويرتقي إلى أعلى درجات الجنان ويكون مجالسا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحسن كلامه وبحسن خلقه فهو القائل في حديثه صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم بالقيامة من يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا الإنسان صاحب الخلق الحسد وحب الكلام الطيب الذي لا يتلفظ لا بالفحش ولا بالتفحش جزاؤه أن يكون مجالسا للنبي في الجنة طب هأتع حضرتك أنا أسم التلفظ بالفحش أو التفحش هل لما يجي مثلا مش لدرجة الفحش يعني في الهزار في خوزة الكلام أنا مش قصدي مثلا قلت كلمة كده مش قصدي أو قلت كلمة بهذر بيها مع حد أو ساعة الغضب مثلا قلت كلمة ما قصداش هل ده ربنا سبحانه وتعالى بيحسب عليه أو بيحسبه زي حساب العمد أو الكلام العمد ساعة الغضب الله عز وجل يعفو عن الإنسان لأنه بيكون فاقد لأحاسيسه مش قد يتحكم في أحاسيسه ومشاعره لكن لما يكون قاعدين في الهزار يبقى الإنسان قاعد مطمئن فلما يجذب في هذا الوقت يحسب على كذبه لو كذب بس أو لو كذب حتى ولو كان مزحا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان يضاحك أصحابه ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا صدقا وقال أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن يا رسول الله لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا لكن إن لني أعمال أجذب وأتقوّل أقاويل وقول داني وكذا بهزر لا الكلام دي هتحاسب عليه وستؤاخذ عليه عندما سأل معازن بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم إحنا هنتحاسب عن الكلام اللي إحنا بنتكلمه دي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاز بمعنى فقدتك أمك وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم المعنى العام بتاعنا إنه ما فيش حده يورد صاحبه المهالك ويجعله يستحق عذاب الله إلا لسانه لذلك فإن أعضاء الجسد تكفر اللسان كل يوم وتقول له يا لسان اتقل لها فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا عض وصغير جدا في جسد الإنسان ولنتحكم في كل حيات الأبناء من الممكن أن يدخل جميع جوارح الإنسان النار والعياذ بالله ومن الممكن أن يدخل جميع الجوارح الجنة فسعادت الإنسان وشقائه في اللسان واللسان يكون طيبا وخبيصا تبعا لما يتلفظ به عندما قال سيد لكمان الحكيم لكمان كان عبدا حبشيا قال له سيده ائتني بشاو ازبحها واستخرج لي أطيب ما فيها فزبحها لكمان واستخرج منها اللسان والقلب فقال له سيده هذا أطيب ما فيها قال له نعم قال له ازبح شاو أخرى واتني بأخبث ما فيها بأخبث ما فيها فزبح له شاو واستخرج منها القلب واللسان فتعجب سيده وقال له قلت لك ازبح لي شاو واتني بأطيب ما فيها فأتيتني بالقلب واللسان وقلت لك ازبح شاو أخرى واتني بأخبث ما فيها فأتيتني بالقلب واللسان فقال لكمان يا سيدي إن القلب واللسان مضغتان في الجسد إذا صلح صلح الجسد وإذا خبس خبس الجسد طيب بما إن بقى اللي هو جبر الخواطر بما إن جبر الخواطر في الأول وفي الآخر هو كلمة طيبة بجبر بخطر اللي قدامي بكلمة جميلة أو بفعلة جميلة عبادة جبر الخواطر كلمنا عنها وعن ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى عبادة جبر الخواطر من العبادات المهجورة مع أنها لا تكلف الإنسان لا جهدا ولا مالا بكلمة تجبر إنسان تبسمك في وجه إنسان جبرا لخطره سؤالك عن مريض جبر لخطره لما إنسان يمرض أو يتعب ويأذب له رئيسه في العمل عشان يزوره في المستشفى أو في البيت يكون ذلك جبرا لخطره ويكون ذلك دافعا لشفاء هذا الإنسان يعجل بشفاءه دايما الطبيب يقول لي إحنا عودين الحالة النفسية بتاعت المريض تكون جيدة عشان دي بيساعد في شفاءه فعندما يصر بقاني لي مكان عظيم كده عشان رئيس في العمل جاي يسأل علي ويجبر بخطري الكلمة الطيبة الجبر دي اللي انت جبرته اللي ده ربنا تمام الجبر اللي انت جبرته دي وجبرته بخطر وزورته وعدته الله سبحانه وتعالى يجبر بخطرك وهذا المصطلح من المصطلحات الجميلة ليه؟ لأنه مشطط من اسم من أسماء الله الحسنى فمن أسماء الله الحسنى الجبار خلبي يبر أي كسير الجبر فالله يجبر الفقرة بالغنى ويجبر المرض بالصحة ويجبر الخوف بالأمن ويجبر الحزن بالفرح الله عز وجل جبار لعباده يجبر المنكسرين سبحانه وتعالى مع المنكسرين جابر وهناك آيات كثيرة تحدثت عن جبر الخاطر فالله سبحانه وتعالى جبر بخاطر نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال له وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرَّ عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا في ليلة فأرسل الله أمين الوحي جبريل يا جبريل انزل على قلب حبيب محمد واسأله ما يبكيك فجاء جبريل إلى النبي وقال له ما يبكيك يا حبيب الرحمن فقال له يا أخي يا جبريل لقد تذكرت قول الحق تبارك وتعالى على لسان أخي إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم ولذكرت قول الحق تبارك وتعالى على لسان أخي عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فتذكرت أمتي فيارب أمتي فصعد أمين الوحي جبريل وأخبر الحق تبارك وتعالى وهو أعلم فقال له الله عز وجل يا جبريل انزل على قلب حبيب محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها أبدا ولا سوف يعطيك ربك فترضى جبريل الخاطر قال له الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنامك ربك فحر قال له يا محمد كما كنت يتيما فأواك الله عامل اليتيم بلطف وبحل واجبر بخاطره امسح على رأس اليتيم عامل اليتيم كما تحب أن يعامل الناس أبنائك من بعدك عندما يموت الإنسان خلاص أولادهم إيه؟ يو تمام زي ما أنت بتحب الناس تعامل أبنائك عامل أبنائك إيه؟ اليتامة اجبر بخاطرهم لا تنهر سائلا باللفظة أو بالفعل واحد السائل جاي يسألك معاك اعطيه ما معاكش تقوله كلمة طيبة ما تكلموش كلمة بأذن طبعا ممكن تتديله صدقة مع إذا ما لهاش أي سوال وممكن تكلمه كلمة طيبة هذه الكلمة تأخذ عليه أجر مع الكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة كشبر طيبة نعم زي ما ربنا مسل لنا وضرب لنا مثل كما قال الله عز وجل ألم تر كيف فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرات طيبة أصلها ثابت وفراوها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرات خبيثة أشتست من فوق الأرض ما لها من قرار ويسبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضلوا الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء الله عز وجل بيانا لالا الكلمة الطيبة بالشجرة بالشجرة الممتدة الجزور المتفرعة الأخصال المسمرة فكما أن الشجرة النفعة تنفع الناس يتظل الناس بظلها ويأكلوا من صمارها هكذا الكلمة الطيبة تؤثر في قلوب العباد وتفرع الخير ويجن المجتمع هذا الخير ثمين بما أن النصيحة كلمة نعم وكلمة ممكن تكون طيبة أو بنصح حدث محلوك تبقى كلمة طيبة تمام إمتى النصيحة تبقى كلمة طيبة وإمتى تقلب تبقى كلمة خبيثة عندما تكون النصيحة دوء وموعظة حسنة دون اندفاع أو دون تجريح تكون نصيحة طيبة بمعنى منصحش إنسان أمام الناس أخطأ إنسان أنصحه ودام الناس لا تسمى نصيحة فضيحة فضيحة الله عز وجل قال للنبي ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن النصيحة تكون بالموعظة الحسنة بينك وبين الإنسان ما تقرحوش بالكلام ما تقرحوش بالنفذ سيدنا الحسن والحسين بضوان الله عليهم رأى رجلا يحسن الوضوء مش عارف يتوضع يعني ممكن يجب وشه قبل إيديه وجيب لرجليه ها فهم عاودين ينصحوه ويعلموه الوضوء دون أن يجرحوه فقال له يا عم قالوا الأحكم بيننا أحكم بيننا الحسن يقول أنا أحسن الوضوء وأحكم بيننا فلما توضأ أمامه قال أحسنتم أنتم إيه الوضوء وأنا الذي أخطأت وأنا الذي إيه أخطأت فتقبل الإيه النصيحة يعني شوف الأسلوب من جير حتى ما يتكلمه آه دور تمثيلي إزاي آه دور جميل دور تمثيلي علشان كده قابل الإيه قابل النصيحة فالإنسان لما تيجي تنصح إنسان حاول تنصحه برفق بحلم فيه ناس كتير قوي ما بتعرفش تتكلم تمام يعني يعني من النوع الهيدي شوية اللي هم ما بيعرفوش يقولوا كلام كويس كتير ما بيعرفوش يمدحوا في اللي قدامه ما بيعرفوش تتكلموا أو فهل الفعل الجميل يغني يعني الكلمة الجميلة تمام الفعل الطيب يغني عن الكلمة الطيبة ممكن إنسان ما يقولش لزوجته أنا بحبك لكن أفعاله معها بتوضح هذه المحبة مع خلاف إن إنسان ممكن يقول لزوجته أنا بحبك ومعاملته تكون سيئة أكثر أكثر فالفعل الطيب يقوم مقام الكلمة الطيبة إذا كان مطابقاً للكلام يعني ممكن لو إنسان تكلم يعني عاوزين بقى كلام ويكون مطابق لأفعاله ما يكونش مخالف لأفعاله ما يقولش كلام يعني يكون مكملين لبعض آه يكون الاتنين مكملين عشان كده ممكن الفعل يؤثر أنني مثلاً أقدم معروف لإنسان يتقبله وقد أقول حضرتك بخلاف كلمة ممكن أقولها هو ما تقبلهاش فالكلمة إذا أحيطت بسياج العقل والشرع فعلت فعل السحر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة الكلمة لها قطورة فالإنسان قبل أن يتلفظ يجب عليه أن يراجع نفسه في الكلمة قبل أن يتلفظ بها يشوف الكلمة التي هيصدرها دي هتجرح إنسان هتؤلم إنسان بلاش يتكلمها وممكن تكون من وراء إنسان وإذا الغيبة هذا الغيبة والنبيمة كلمة سيئة وذي يعقبها عند ربنا عظيمة فكل كلمة بتدعو إلى الفصوق والفجور تسمى كلمة خبيثة وكل كلمة بتدعو إلى الطاعة وإلى تقوى الله عز وجل تسمى كلمة طيبة فالإنسان دائما يجب عليه أن يتحكم في لسانه وأن يتحكم في الكلمة التي يتكلم بها الكلمة أسيرة الإنسان إذا تلفظ بها أصبح هو أسيرها طول ما أنت مسك لسانك عن الكلمة لسانك حصان صغير ويحاول هذا الصور الدخول في الحجم مرة ثانية فلا يستطيع فقال النبي ما هذا يا أخي جبريل فقال له هذا مثل الكلمة يتلفظ بها العب ويحاول الرجوع فيها فلا يستطيع ليه؟ لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب بس عندنا حاجة جميلة جدا جدا الاستخفار نعم أهلا ممكن نقولك كلمة غازبنا عننا بس بعد كده نستغفر وما كان يعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أجمل كلمة لنهيبها اللقاء النهاردة وأنا سعيدة جدا جدا نشرفت بلقاء حضرتك وأدي كلام منه وفي عنا الكلمة الطيبة علاج الأمراض الكلوب أنا سعيدة جدا من جهة حضرت معي فاصل ونواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المهندس أمين محمد أمين العسوي صاحب شركة الحسن بن الهيسم ومدير شركة العيسوي بالنظارات إهناسيا المدينة يسعدنا أن نكون ضيف في حلقة ستة على ستة على قناة الصحة والجمال وبإذن الله الحلقة دي هيتعرض فيها أول جهاز مصري صناعة مصرية لأصل عدسات البلاستيك بجميع أنواعها وضد الكس وبإذن العلي القدير في القناة إن شاء الله بإذن الله هنستعرض فيها برنامج إدارة محل النظارات والبرنامج ده عبارة عن هدية لكل أخصائي البصريات في مصرنا الحبيب ويسعدنا طبعا اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب أخصائي بصريات لنعرض فيها كل ما هو جديد ما يخص مهنة البصريات ودنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا